موسيقى طابعا مساكم مشاهدي قناة التغيير ملف جديد وبرنامج من برداد كنا نتمنى أن القوى السياسية التي تدير المشهد السياسي أن تدرك من البداية أن العلاقات الهشة بين هذه القوى المكونة للمشهد تضعف من جبهتها الداخلية وتضعف من وجودها وتضعف من قدرتها على مواجهة أي طرق لأن هذه العلاق في إطار السلطة يجب أن يحكمها قانون وأن يحكمها دستور وأن تحكمها علاق مبنية على احترام للإنسان وتقدير حقيقي لمستوى الخدمة التي ممكن أن تقدمها خلال وجودك للسلطة واحترامك لتاريخك السياسي وحتى لتاريخك الشخصي في أنك تكون جزء من السلطة حتى تكتب فيها تاريخ تقول غدا أو بعد غدا أنا كنت قد قدمت وهذا ما يشهد وذاك ما يماثلني في القول لذلك هذه العلاق كانت مجافية للقانون وتحكمها عطر شخصية وفي بعض الأحيان كانت مجافية حتى للأخلاق وهذا ما كنا لا نتمناه أن يحصل لذلك أي عصفة من هنا أو من هناك تجد هؤلاء يرتبكون إلى حد الصراح وإلى حد العويل لأنه لا توجد أرضية صلبة يقفون عليها أو تجمعهم مشتركات وطنية بغيظ النظر عن المنافع المنافع عملية سياسية 18 سنة صار لها كان من المفروض لو في كل شهر أو سنة نضع لبنة قوية حقيقية تستوعب المتغيرات وحاجات الواقع والمجتمع لكنا قد وصلنا إلى مراتب من القوة والتحمل والإصرار لذلك خلال هذه الأشهر وخلال هذه الأيام والأسابيع هناك متغيرات خطيرة وصعبة يجب أن نراقبها بدقة وهذه في بعض الأحيان تشعر أن القوة السياسية مرتبكة في التعامل معها وهذا الذي يدعوك أن تتساءل مع المختصين ما سر هذا الارتباك قناة العربية خلال الفترة الماضية قدمت رغد ابن الصدام السين في حلقات المتسلسلة كثر الجدل في هذا من هم من اختلف من هم من أيد من هم من صرخ من هم من طلب العقوبة من هم من أرادق ومن هذا المشهد بحذ ذاته يحتاج أن نناقشه بهدوء لنقف عند حقاق من يصرخ حقيقة ومن يخاف ومن يحاول أن يختبئ ومن يمتلك مشروعا ومن ومن هذا الملف أفتحه هذه الليلة مع ضيفي من بغداد السياسي المستقل السيد عزة الشابندر سلام عليكم أستاذ عزة عليكم السلام ورحمة الله أستاذ عزة أريد أن أتناقش معك بداية حول الضجة الكثيرة التي أثرت حول اللقاء التي جهدته قناة العربية مع رغد يعني أريد أنت كمختص ومراقب وجزء فاعل في المشهد السياسي العراقي اختلفت العراء هل يمكن النظر إلى ما ظهرت به رغد أنها مجرد لقاء إعلامي يفتقر حتى إلى المقاربات النقدية أم يمكن النظر إليه أنه بداية لمشروع سياسي قد تقوده دول خليجية بعينها لتوفير بديل حاكم في العراق وأن الظروف الآن كانت مهيئة نعم شكرا لك ولي قناة التغيير في الحقيقة لا يمكن أن أذهب ما ذهبت إليه أغلب الساحة السياسية الداخلية في العراق إطلاقا ولا يعدو هذا البرنامج أو برنامج اللقاءات مع المذكورة لا يعدو سوى اللقاء قد يحقق من قام به سبقا إعلاميا أو بروبغندا إعلامية لشخصية أكيد تعني فيما تعنيه لماظن عراقي مهم أما أن يدرج هذا البرنامج تحت عنوين المؤامرة والتخطيط والتخويف والترهيب أنا لست ضد نظرية المؤامرة ولكن حتى المؤمنين بنظرية المؤامرة هذه النظرية لها أصولها ولها مقدمات ممكن أن تخليك تستنتج هذا الاستنتاج ولكن لا أعتقد أن ظهورها على قناة مثل العربية فيه أي دلالة أبعد من التلفزيون هذا تقديري ولا أعتقد أن هناك جهة تحترم المؤامرة وتحترم نفسها تعول على قادم يقوده واحد من عائلة صدام عسين مستحيل هذا الكلام طيب من تعني من يقود المؤامرة أو نظرية المؤامرة اليوم إذا أردت الصراحة وهي ما عهدناه ولا أجد بين الساس العراقيين من يؤمن حقيقة بأن ظهور رغد هو جزء من مؤامرة إطلاقا ولا أعتقد أن أحدا منهم يؤمن بذلك نعم ولكن هناك عاملين يحركوا هذه الموجة غير الطبيعية يعني في الساحة السياسية العراقية العامل الأول هو اعتادت الأطراف السياسية العراقية على أن تحارب شبحا يعني لازم نخلق عدو وإن كان هذا العدو هو شبح ونخيف الشارع العراقي منه وندعوه لنسيان ما اقترفناه بحقه والتضامن من أجل درء الأخطر هذا صار مألوف لدينا يعني رغد صدام حسين لا تشكل في ظاهرها ولا في باطنها أي خطر على مستقبل العراق والأطراف الدولية والإقليمية التي تفكر شرا بالعراق لا تفكر بهذا الخيار إطلاقا هو خيار لا يصمد يعني هنا أنا ولذلك أقول البعد الأول لهذه الضجة نعم فضل نعم البعد الأول معك أقول البعد الأول لهذه الضجة هو أنه إحنا اعتدنا نخوف الناس من شيء قد يكون موجود ونبالغ به وقد يكون غير موجود على الإطلاق ولكن نريد نرهبهم من أجل أن ينسوا ما اقترفناه بحقهم طوال سبعة عشر عام أو يزيد ونقول لهم كأننا نريد أن نقول لهم اتركوا الخطر والنواجه ما هو أخطر هذا بعد يفسر هذا بعد يفسر هذه الضجة البعد الثاني الذي يفسر هذه الضجة هو الشعور شعور شعور المذنب بمقترف هذا الشعور يخلي أي شبح أمامه وكأنه نمر يريد أن يفترسه يعني أحد الأصدقاء الأعزاء علق على تغريتي لما قلت تستنفركم يستنفركم هذا الظهور على تلفزيون العربية نعم وما يستفزكم ما تستفزكم العراقية التي تبحث عن قوتها بأكوام القمامة أجابني جوابا رائعا قال لو أطعم الثانية لما أخافتهم الأولى وهذه هي الحقيقة لو أطعم الثانية لما أخافتهم الأولى ولذلك أنا راح أسألك يا أبو زينب العزيز هذا ما قلته لك نعم أنا راح أسألك أنا حسب فهم المتواضع وإدراكي أن الذين يحاربون الأشباح هم الأشباح لأنهم قد يرون بعضهم البعض هل هذه القوى فعلا تحولت إلى أشباح أم أن البعثيون أنفسهم في الواقع صاروا أشباحا وهؤلاء القوى السياسية حتى التي تحكم تراهم أشباحا التخويف بحزب البعث مش حقيقة ليس حقيقة حزب البعث انتهى وحتى لو أراد من تبقى من قادته ومن تبقى بالرجاله ومن عتاته حتى إذا أرادوا أن يعودوا فسيختاروا لهم اسما آخر لأن هذا الاسم يعني هذا الحزب باسمه ومضمونه لم يعد قادر على أن يكتسب الحياة مرة أخرى في وضعنا العراقي الذي تعرف ونعرف ولكن كما قلت لك صدقني الخطر الذي يداهم العراق ويداهم العملية السياسية يبدأ من الداخل اللي هم يحاولون يحاولون يحومون حوله ولا يواجهونه يعني الفساد في الإدارة وفي السياسة والأنى والظلم والدكتاتورية هذا هو الخطر الحقيقي الذي يداهم العملية السياسية والمرحلة السياسية التي نعيش ولكن هم يأبون المصارحة والمواجهة لهذه المخاطر ويذهبون إلى مخاطر أخرى تأتي من الخارج كحزب البعث وغير حزب البعث نعم نعم يعني أنت الآن تصفهم أنهم حاولون أن ينهزموا مما هم فيه بالتالي الآن يعيدوا انتاج سيناريوهات قديمة قد جربوها في مرحلة من المراحل وقد نجحت هو التخويث من البعثين أنهم قادمون والتخويث من السنة ضد الشيعة والعكس استخدمتها قوى أخرى إنتاج أو إعادة انتاج سيناريو من هذا النوع ضمن هذه المرحلة التي تحتدم فيها السراع أو المنافسة ممكن أن يقبله الشارع العراقي ممكن أن تنجح به القوى السياسية ممكن أن يأتي بنتائج إطلاقا صدقني إطلاقا وهم يدفعون بذلك بعض شرائح المجتمع العراقي الجائعة والموجوعة لأن تجاهر أن البعثين أشرف منكم هذا بدينا نسمع بالشارع صحيح ليس عن عقيدة بالبعثيين وحزب البعث ومقترفوه من جرائم وظلم ولكن هي طريقة في التعبير عن المعاناة التي يعيشونها أبناء شعبنا العراق الآن ممن يقود العملية السياسية في الوقت الحاضر فلن تنجح هذه اللعبة نعم كما تفضلت مرت بنا أعوام قبيل الانتخابات إذا السني ما يقدر يثير خطورة الشيعة على أبناء السنة ما يحص الأصوات لا ينتخبونه يخوف السنة من الشيعة كي يصوت له اللائذون به نعم وكذلك الشيعة كانوا أيضاً يخوفون الشيعة من السنة حتى يلوذون بهم هذه الأكذوبة انتهت ولا مجالة لها على الإطلاق ولذلك أنا أنصح هذا الوتر القدر في حينه والآن أيضاً وهو أيضاً سوف لن ينجدهم ولن يسعفهم في منافستهم الانتخابية أنا رجل قريب من الناس قريب من الشارع وأدري حينما يخرج واحد من قادة العمل السياسية قادة العملية السياسية ويستعيد أنه البعثيين قادمين وراحجون ومرة أخرى يضحكوا عليه يعني قد القريبين مننا ما يقولوا له ولكن ليسمعني هو وغيره ويصدق بأن الناس صارت تضحك على هذه الأسطوانة اللي صارت مشروخة وقديمة ولا تنفع ولذلك أنا أسألك دوروا على الشيخ والناس تكلموا فيه وتعهدوا لهم إذا صدقوكم نعم أنا أسألك طالما أنت قريب وصادق في قولك من هؤلاء القيادات هو من الذي أتى بالقيادات والكبار من القادة ومن الآن يعملون في مكاتب أي زعامات وأي قيادات موجودة لماذا هذا الانتقائية بالتعامل مع هذا الملف اللي يردون يسونا حلال حلال ويسونا حرام حرام إذا ممكن تعيد لسؤالك أخ ناجم يعني الآن هناك من بعض المنتقدين بشدة إلى أن البعثيين والبعثيين وضرورة تفعيل قانون اشتاث البعث ونوقف بجل البعثيين وهم أنفسهم في البداية الذين جاءوا بقيادات بعثية وعملوا معهم في مكاتبهم واستفادوا من خبراتهم وشغلوهم مجافاتا للقانون الذين يدعون به لماذا هذه الانتقائية بالتعامل أما القانون يجب أن يحكم وأما الأمججة هي التي تحكم يعني أنت تعرف في الوقت الذي يفترض إحنا متوجهين إلى مشروع أغلبية وطنية وأغلبية سياسية في هذا الوقت نسمع دعوات إلى إعادة ترميم البيت الشيعي وفي وقت يفترض فيه أن تنتهي هيئة المسائلة والعدالة ولغير رجعة ونحيل كل قضايا اقترافات النظام السابق إلى القضاء نسمع أيضا دعوات لتفعيل هيئة اجتثاث البعث هذا واضح عندك وواضح عندي وواضح عند الناس في الحقيقة هذا نسمع بين الفينة والأخرى هو بالونات انتخابية وبالونات تريد استعادة التفاف الناس حول القادة السياسيين العراقيين اللي يقودوا العملية السياسية الآن نعم وإلا في تقديري هذه الدعوات تخلوا من واقعية والدليل أنها لم تنجح يعني يعني الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي لم تجد استجابة لها ولا تفعيل هيئة اجتثاث البعث ستجد أيضا استجابة لها الخطر مش البعثيين الخطر احنا الخطر الحقيقي على العراق وعلى أمن العراق هو ما نقوم به نحن من فساد وظلم وقتل وسوء في الإدارة هذا هو الخطر الحقيقي أما احنا نريد انرحل المخاطر أمام أبناء شعبنا إلى خارج الحقيقة وخارج حدود الحقيقة يمكن يمشي مرة مرتين بس ما راح يستمر ولا ممكن أن يبقى هذا الموضوع لا يبقى عامل تأثير أقصد يعني طالما هذا الاعتراف أنت دائما شجاع وجريء أن تقول هذا وقيادي مهم سواء الآن أنت في العملية السياسية أو حتى أيام المعارضة أنت تقول الخطر ليس البعثيون الخطر نحن ونحن بمعنى العملية السياسية هذا الخطاب عندما يسمعه المرأة التي عنيتها في تغريدتك ولما يسمحها الجريح في ثورة تشرين رجلة مقطوعة ولما تسمحها أم الشهيد ولما يسمحها المعدراتب ولما يسمحها الابن شهيد هل تدعو صراحة وعلنا لمقاومة هذه الطبقة التي أنت تصفها مجيدا أنها أكثر تأثيرا وأبلغ إيلاما على العراق من البعثين أنا لا أستطيع أن أفهم أكثر من هذا وأنا هم مرات على قدي أكون صريح معك أين هؤلاء الذين عنيتهم حضرتك أمامهم فرصة والفرصة والفرصة هي مو إلا تشرين هي مو إلا الاعتصام والنوم بالساحات وقطع الطرق وحرق التائرات ويختلط بعدين الحابل والنابل ويفوت عليهم من من حقيقة ثورتهم عليه يفوت عليهم ويقودهم أمامهم فرصة الذهاب إلى الانتخابات القادمة والتصويت للأصلح أنا في أكثر بالمرأة أقول الشارع حتى هذا الشارع المظلوم هو شريك هو شريك لأنه لم يصوت للأفضل لأنه تنطلع عليه ألاعيب الآخرين بسهولة طيب انطلت عليك مرة ليش مرتين وإذا مرتين ليش ثلاثة أستاذ أستاذ عزة بس بي فرصة للإنتخابات معذرة معذرة وانت أخ وإحنا قريبين من بعضنا ما الشعب نعم صوت أعطى للناس أنا واحد من الناس اللي صوت للشعب هسه لا أدعي أنا أفضل من غيري وغيري أيضا بالعشرات صوت وزورت الانتخابات وأنت الآن تدعو يعني أنا نائب رسمي بالبرلمان لا يحق لي لأنه فلان لا يقبل على فلان والآن أنت تدعو للانتخابات أو الذهاب إلى الانتخابات كيف تضمن لهذا المواطن في ظل هذه القوى أن لا يتم ابتزازة مرة أخرى لصالح هذه القوى ويعاد إنتاجها من جديد أشكرك على هذا السؤال وفعلا يعني إذا انحصرت عملية التغيير بالانتخابات لكن الانتخابات أيضا تعاني من مخاطر التزوير كما عانت والانتخابات على الأقل لثلاث أربع دورات هي أكذوبة في الحقيقة نعم أكذوبة كبيرة ولكن أقول عندي أمل عندي أمل أن تناقض المصالح بين أركان العملية السياسية العراقية قد هو يقضي على عملية التزوير ويعطي فرصة للصوت الحقيقي أن يكون في المكان الصح قد ما أجزم نعم ولن أستطيع أن أراهن على الانتخابات هي الحل النهائي والأخير ولكن ما زالت الانتخابات قريبة وقادمة لنشحذ الهمم مرة أخرى ونصوت للأصلح أما إذا نعم نفي السيناريوهات التزوير نعم أيضا قادة نتائج الانتخابات القادمة فلا والله ليس لهذا الشارع إلا أن يثور ويصرخ في وجوه هؤلاء أنا معك طيب أنا أريد أسألك أبو زينب أنا معك نعم هل السيد عزة الشابندر سيرشح في الانتخابات المقبلة أبدا أبدا أنا لن أرشح أبدا خليني أذهب لا أرشح إلى مقاربة وعديد من نعم نعم أكبل عفوا نعم أستاذ الزف أقول العديد من الكتة للشبابية الجديدة وغير الجديدة اللي هما متحمسين ومتصدين للمشاركة في العملية الانتخابية يعني عرضوا علي أنه أكون واحد منهم أو جزء منهم فلم أوافق على ذلك ولكن سأكون إلى جانبهم مئة بالمئة ولذلك خليني أسألك ببراعة هذه الكتل التي أسألك ببراعة سأعمل نعم نعم لا تريد أن ترشح هل لأنك تخشى المسؤولية والعمل ضمن هذه المرحلة أم أنك يستطيب لك أن تبقى تقرع بهؤلاء الذين أسميتهم الغماني والغلمان نعم بكل صراحة ناقش هذا مع نفسي إذا رشحت ونفترط فزت وكشنو راح أصير نائب شي يزيدني هذا ما راح يزيدني يعني ما راح يفعل قدرتي أو حيويتي في المساهمة في تقويم وترشيد العملية السياسية نائب ما تقبل رئيس وزراء ما تقبل وين تتروح أبو زينب واحد وين مكانك العد وين أودك كلش حير بي أنت نجم موالي مواليك تعلم الناس على الصلاة والتماس صلي أنت تدعو للناس إلى الذهاب للانتخابات والكفاءات والقدرات يجب تروح يا بي خلي حط لدينا بدينا بعضوا الروح مو وسأنتخب وأنا راح أروح للانتخابات أنا أدعوهم يروحون للانتخابات وأنا راح أروح للانتخابات وسأصوت لمن أعتقد به أنه هو الأصلح أما رئاسة الوزراء اللي تفضلت فيها رئاسة الوزراء أكيد ما أقبلها بشروط الكتل السياسية الجاثبة على قلب العملية السياسية الآن أكيد لأنني راح أخون نفسي وأخون بلدي وناسي مستحيل مستحيل أقبل رئاسة وزراء بشروط من يصوت لي ما شا سوي بها ما ريتها يعني يعني لا يمكن أن أقبل بهذا المنصب وأنا أسير لهذه الكتل كما حصل ويحصل ولا يزال يحصل نرجع أقول صدقا من أنا دوري أنت شايفني يمكن شاهد أنا بمنصب بدون منصب لم أكن لم أبتعد عن العملية السياسية ودائما معها وإلى جانبها أصوب أرشد أو واجه وأنت كل مرة تقول لي أنت جريء جريء لكن أتمنى من أخوة الذين أتجرأ بوجوههم وبحقهم أن يتحملوا هذه الجرأة أيضا لأنها جرأة ليست ناتجة عن كره أو حسد لما هم فيه وإنما جرأة ناتجة من حرق على الواقع الذي تسببوا به هم طيب قبل غيرها أبو زينب تزعجك الخيانة أو أزعجتك الخيانات تسمعني عيد للسؤال الصوت لا قطع شوي مررت قبل قليل بقضية الخيانة ولا يفرض عليها هؤلاء سؤال أنا أسأل في مرحلتك في مراحلك من 2003 أزعجتك الخيانات كثيرا أو انزعجتها من الذين خانوا خانوا ماذا أخ نجم؟ خانوا الشرف خانوا الكلمة خانوا الوطن خانوا الميثاق خانوا الناس خانوا التعهدات خانوا أنفسهم خانوا القضية خانوا المبدأ يعني لا جدالة في ذلك أكيد أكيد لا جدالة في ذلك وهذا هو اللي يعتصرن ألم في الحقيقة لا جدالة في ذلك يعني أنا مفجوع في كثير من الأخوة ليسمع الأخوة المشاهدين العديد من من يصفوهم الآن بأنهم فاسدون مفسدون مرتشون أثروا على حساب المال العام كثير من هؤلاء كانوا مجاهدين حقيقيين كانوا مجاهدين حقيقيين وكانوا مقاتلين وكان عندهم استعداد يضحه بكل صراحة نعم نعم يعني في مرحلة المعارضة تسمح لي أنا أعرف كثير من الشخصيات الحالية يعني أنا أنا ما أفهم معذرة إحنا أكب بيناتنا فاصل شوية بالصوت أشرح لك شنو يعني أنا بس قضية وحدة أنا أفهم الشريف شريف على طول الخط والشرف لا يقسم على على اثنين ولدينا في هذا دلالات كثيرة عبر التاريخ المجاهد والمقاوم صاحب قضية لا عندما يكون فاسدا يتقهقر إلى الخلف أو يترك ويعود إلى خنادقه الأولى أما بالليل مثل ما أنا قائلها بالليل يبوقوا الصباح يطلعوا يلي دورون ما ألفنا هذا وربك لا أنا لا أتحدث على يوم واحد في ليله أو نهاره أنا أتحدث بين مرحلتين والتاريخ أيضا علمنا أنه المعارضة غير الملك وأن تكون معارضا غير أن تكون حاكما وأن تكون فقيرا غير أن تكون غنيا حلو هذا التعبير الدنيا الدنيا تغير يا أخ نجم صدقنا يعني كثير من الأخوة بصدق كانوا مجاهدين وكانوا يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في طرق مرعبة لكن للأسف حينما وصلوا إلى السلطة تغيروا الدنيا تغير والله أنا هنا أنا أكو رأيي أنا أمم بي يعني هو سعيد أقول لك أكو رأيي وأحتاج تعليقك أن اتقح لي نتفق حتى أنا أيضا أغير يعني في بعض المراحل المراحل هي لا تسقط أشخاص معينين ولكن هؤلاء الأشخاص مع احتراماتي لك هم كانوا مهيئين إلى السقوط وجاءت المرحلة التي تأخذهم في طريقها ما تفضلت به يعني هناك ما يدعمه ويدعم صحته الشريف شريف فقير أو زنقين حاكم أو محكوم نعم جدا صحيحة هذه المعادلة أي والمعادلة هي المعادلة منطقية ولكن حينما أذهب للواقعية أبتعد عن المنطق أنا أشوف ناس قاتلنا معهم عقود بنا الزمن وكانوا مجاهدين حقيقيين وعدهم استحداد يضحوا بأنفسهم حينما وصلوا السلطة تغيروا وهناك من وصلوا السلطة ولم يتغيروا هذا واقع اللي تفضلت به أنت هو منطق والله هو منطق تماما يعني مقبول والله يا أبو زينة لكن أيضا أنا شايف واقع يا أستاذ عزة قد نذهب إلى تفسيرات أخرى بعيدة لكن هذا نعم السلطة التي لا تجعل من التي يصل إليها لا يسير في شوارع مدينته لا تساوي عفطة عنز أحسنت صحيح أنا مرات ما أحب لقاءك لأن تهيج بي المواجع أبو زينب وإنت هم تهيج المواجع خليني أسألك في موضوع مارد أغادرها أبو زينب مع حفظ الألقاب قبل قليل قلت عبارة أنا عجبتني جميل جدا أنه قوى الإسلام السياسي الشيعي أو القوى الإسلام السياسي في قضية رغد أرادوا أن يطلقوا بالونات اختبار في منطقتهم في قواعدهم كذلك يمكن القول أن الطرف الآخر أيضا أطلق بالونات اختبار أي بالون من هؤلاء كان هو الأنجح والأبلغ تأثيرا طالما الرسائل صارت بالونات هالمرة بين الوليادات يعني أنت سميت لي طرف هو أحزاب الإسلام السياسي بس بس سميت لي الطرف الآخر الطرف الآخر اللي مثلته معسكر رغد أو الذين هم قالوا رغد ومعسكر البعثيين صدقني ماكو أي معسكر بهذا الإسم ماكو يجي شي نهائيا هذا بخيال من ذكرتهم فقط نعم ومو صدقا هو في خيالهم موجود لكن هي فرصة إجتهم فرصة إجتهم ورادوا يعيدون إنتاجها من أجل شد الناس بهم من أول وجديد لأنه الآن ما عدهم شي يقنعون بالآخر نهائيا يعني اليوم بعد هذا الفشل الذي جنيناه طوال أكثر من سبعة عشر عام ما عدنا شي نشد بين الناس إلا نخوفهم ولو من أشباح نعم حسن رغد مش شبح رغد بد صدام حسين طلعت تتكلم وتتبجح فإجتهم على طبق من ذهب بكل صراحة طيب خليني أذهب إلى قضية أخرى كثيرا ما أنت قلت بها وكثير ما أنشغل بها الإعلام وهي قضية الدولة العميقة لا تلاحظ وأنت مراقب يعني جيد للأحداث هناك متغيرات دراماتيكية حصلت في المشهد في مكتب القائد العام في مكتب رئيس الوزراء شبكة الإعلام العراقي هيئة الإعلام المتصالات البنك المركزي القوات الأمنية على أحداث المتغيرات التي حصلت في ساحة الطيران هذه مرات تقرأ من قبل المختصين يقال أنها تفكيك لما كان يسمى بالدولة العميقة آخرين يقرؤونها أنه إعادة تسمية أو إعادة إنتاج أو قيادات تتبنى الدولة العميقة بعد أن يطرد أصحابها أو الذين كانوا متنفيد يعني عملية تبادل أدوار في الدولة العميقة هل هذه الرؤية صحيحة أم فيها تجني بعد أن عجز شيعة السلطة لفترة ست أشهر عن الاتفاق على تسمية رئيس وزراء قبلوا بالأخ مصطفى الكاظمي أليل أقول لك شيء والله لا يوجد من بينهم من هو مقتنع بالأخ مصطفى الكاظمي ولكن جميع من روج له أو قبل به أو صوت له صوت وقبل وروج فقط لأنه يعتقد أنه من خلال هذا الرجل يستطيع أن يبني دولته العميقة وصولا إلى الانتخابات القادمة لا أستثني منهم أحدا ومصطفى الكاظمي وعى ذلك بشكل جيد ويعرف ذلك بشكل جيد لا يوجد طرف من الأطراف السياسية الشيعية على وجه التحديد التي قبلت بمصطفى الكاظمي قبلت به لأنها تؤمن به وتؤمن بقدرته على قيادة البلد إلى مستوى آخر لا هم لم يؤمنوا بمن هو أقدر منه هو أقدم منه وأعرق منه آمنوا به ظنا منهم أنهم سيقدرون على أن يتسللوا من خلاله لبناء دولتهم العميقة أعود وأقول الرجل وعى ذلك جيدا ويعرفه جيدا وهو في كثير من الأحيان لا يتصرف كرئيس الوزراء وإنما يتصرف كمدير يعرف هذه اللعبة يعني أصددموا به بينهم أصددموا به وتحوله أيضا الآن هو تحول إلى لاعب ماهر قد ينافسهم للعلم آه للعلم يعني الأخ مصطفى الكاظمي يعرف جيدا أن هذه الفترة لا يستطيع أن يتصرف كرئيس وزراء يستطيع أن يحقق رسالته في إعادة بناء البلد مثلا يعني هنا أنا أنا أسألك أستاذ عزيزي ولذلك أقول نعم في بعض الأحيان نعم نعم كمل كمل عفوا أي في بعض الأحيان في بعض الأحيان يترك أو ينسى أنه هو رئيس الوزراء ويتحول إلى لاعب أساسي في إدارة اللعبة بين هؤلاء وقد خدمته هذه لأن يتحول إلى لاعب منافس طيب هنا هنا هذا التوصيف أنا عجبني عندما يتحول السيد الكاظمي إلى لاعب بينهم حسن أنت ما قلت ما خلي يتحكم أصبح لاعبا بينهم هل الكاظمي اللاعب رقم 13 يوافق بين الفريقين أم يتحول إلى بيضة قبان عندما تختل المعادلة أم أنه يلعب معهم ليستغفلهم في مرحلة قد يقدرها لأنه رجل مخابرات أنا قلت هو حينما أدرك ذلك فاتحول إلى إدارة اللعبة بين هؤلاء المتنافسين كل بقدره وكل بحجمه وهذه الإدارة أقول لم تجعل منه حكم حينما تنتهي اللعبة ويكون خارج الساحة لا هذه الإدارة خدمته لأن يكون لاعب ضمن هذا المارج وقد يكون لاعب منافس في البرحلة القادمة يعني أنا دائما أفهم بالسياسة من كلنا نقرها وإحنا صغار السياسي النشمي دائما ما يفصح عن نفسه ودائما ما يعلن عن نفسه هو يمشي بطولة ويقول هذا أنا شوف إحنا الآن اقتربنا من الانتخابات ونتكلم مع آخرين ما هي التحالفات ما هي أسماء التحالفات مع من تتحالفون اليوم أكو أسماء بها الغاز الوليادات طلعوها الباص البرتقالي التوكتوك المسبار يعني وكأنهم يعني يتعاملون مثل ما أنت تقول ما أدري يخاف من العين يخاف يطرح كتلته شن الباص البرتقالي شن التوكتوك شن المسبار يا ولد تحدثوا مثل ما تؤمنون وكونوا رجالا أحرارا وقولوا أمام قواعدكم وشعوبكم شنو أنت فنان شن الباص البرتقالي شن التوكتوك شن المسبار شن الخرط هذا استاذ عزيت هذا اللي وصلنا له وصلك مو بشرفك تثقوا برجال من هؤلاء تثقوا بهم تسلمهم شعبا وبلدا وتاريخا مثل العراق الباص البرتقالي والمسبار والتوكتوك وتطلعون إحنا قيادات لا أصلافية وشواربكم أخويا أخويا هزلت 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 وتريدنا أن نفوت بالعملية الانتخابية هزلت ماشي أم سيعيدون إنتاج الخلل وعدم الشرف من جديد نعم في تقديري لا يمكن الحديث عن تحالفات قبل دتائج الانتخابات بكل صراحة ليش والكتل المعروفة جدا لأنه هم لا يريدون أن يتحالفوا من الآن من هذه المرحلة يعني سائرون تريد أن تكون تنزل سائرون دولة القانون تنزل دولة القانون الحكمة راح تنزل حكمة هاي الأسماء الصريحة المسكر المكون السني راح ينزل أيضا بكتلتين أساسيتين نعم هاي الأسماء الصريحة المستهلكة الأسماء الصريحة اللي تقول عنها مستهلكة لا زالت هي هي الأسماء الموجودة وهي التي تسيطر على ظاهر العملية الانتخابية ما عندها غيرها صراحة أما التوكتوك والبجدشين البرتقالي الباصر البرتقالي ذولة ناس ما أحسنوا أن المدخل للعملية السياسية وإحنا من زمان قلنا لهم أنتوا راح اضغلطون وما تصلون إلى نتيجة وزعلوا من عندنا على كل حال أقول العملية الانتخابية راح يديرها نفس الأسماء سيوفر عليهم الإشراف الأممي سيقبلون بالإشراف الأممي منقسم بين السليمانية وأربيل نعم الإشراف الأممي هل سيقبلون به هل ممكن فيه إشراف أممي فيه إشراف أممي نعم فيه إشراف أممي وفيه مراقب الانتخابات الإشراف الأممي يا أخ نجم خطر خطر بكل صراحة لأنه التخطيط الدولي والإقليمي لمستقبل العراق من خلال الانتخابات هو هو اللي يشتغل فعلا ولذلك أن نعطي للأممية إشرافا على الانتخابات بحيث لها الحق أن تقيم أن هذه النتائج حقيقية أو مزورة الانتخابات تمشي أو تلغى هذا خطير إلى أبعد الحدود خليهم المنظمة الأممية خليها تساعدنا بأنه ما يصير تزوير خليهم يساعدون بالتكنولوجيا تمنع ما حصل في انتخابات سابقة مشكورين وبارك الله فيهم أما أن أعطي للمنظمة الدولية إشراف على الانتخابات ونتائجها هذا أمر خطير وأخرق للسيادة السياسي المستقل الأخي العزيز والأستاذ عزيز يعني لو خيرت أي نعم أنا أي كمل كمل أستاذ عزيز حياك الله كمل كمل آخر معلوم أي بس شيء أخير أقول لو أخير أنا لو أخير أنا انتخابات ممكن أن تزور وبين أن أسلم الانتخابات لإشراف أممي لا أقبل بالأولى على الآخرة بكل صراحة تقبل بالتزوير على الإشراف الأممي خلينا نزور مع بعضنا وعلى بعضنا ولا نعطي ولا نعطي للأمم المتحدة أو للهيئة الأممية أن تقيم هي بذاتها أن هذه الانتخابات صحيحة أو صحيحة يعني يعني يصبح شعار المرحلة المقبلة أن بعض الشر يهون أحسنت الأستاذ عزة الشاب الدار السياسي المستقل من بغداد شكراً جزيلاً أبو زيدم وشكراً لكم مشاهدي قالت التغيير غداً ألتقيكم ملف جديد وبرنامج من بغداد ترجمة نانسي قنقر